تحل اليوم الذكرى الثالثة والعشرون لمجزرة قانا التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في لبنان خلال حرب عناقيد الغضب في العام 1996 ولا تزال المجزرة شهدة عبر التاريخ على جرائم الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة وتضاف إلى قائمة مجازر كثيرة ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين واللبنانيين في الأراضي المحتلة على مدى العقود السبعة الماضية فوق هذه الأرض كان في أحد الأيام صقف أممي صقف يفترض أنه يشكل أمانا لمن يلتجأ للاحتماء تحته لكنه لم يكن إلا سببا إضافيا وهدفا آخر للإجرام الإسرائيلي فإلى هذا المكان الذي كان مقرا للكتيبة الفجية لجأ أكثر من ثمانمائة شخص هربا من عملية عناقيد الغضب التي شنتها إسرائيل على لبنان شقفوا مايمن ومايسا الواحد بتوع من إيد وبيضة بين إيرها لها كيفها أهلي عشرين وتعمل بنتي تاته والديدين بقى برحصوا من غير مية وستة مية وعسرة كانوا القتال شقفوهم مايمن ومايسا بنتي ما شفتها فش اللباية ومرتخي شفنيهم شو أدي أحكيهم؟ التوابط لي فيهن الأطفال كل ستة أوليدي حمطوهم ويربطوا الكاس ما شفت أنه ويمتم بيدي هابا عباس دعم يقلك عنه خي من هان مش مبيه أحسان مين أيه 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 هو مرته وبيده من هان كأنك جاي بي يمي مقاص وقاص استيع النص من هان ملايين لأيتنه من هان وحد قربت بدي إيم وقال لي فيهن شي لا يا ما ما أنا بييم قلت له له أخيي أنا بدي إيم امت له أبوها بيس شافي واحد إذيك ملايين الترتشوا مايمن ومايسا شوه وترتشوا على الزيتان مائة وستة شهداء هي حصيلة ذاك اليوم الأسود أطفال ونساء وشيوخ لم يبق منهم سوى صور مدرجة بالدماء وذكريات لم يقوى الحقد الإسرائيلي على محوها من القلوب شفت شو هده أشلاء دان جران روس يعني دماغ لبدكية وكانت القضائف الفسبورية ولعت العالم بنار يعني صار مثل الرماد يعني صار إذا ما قد تقيمي ولد من محله تقيمي مثل الرماد تمضي السنوات وصور باقية لا يمحيها وقت ولا تخفف من وطأتها مأساة صور تتكرر كل يوم في مكان آخر وعلى يد مجرم آخر جوست الحشخوري العربي بيروس